بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو أنتم في أحسن الأحوال إن شاء الله تكونوا مزينين إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير أحبابي هذه الوصفة علاج التابعة من الجذور ذينا أو الأبواب المغلقة الأبواب المغلقة لفوجك إما مغلوقة بسحر أو عين أو حسن الناس اللي عندهم أبواب مسكرة أو مسدودة أو أن التباب ممحلول فوجك ديما أي باب دقيتي عليه تتلقى أنه مسدود فوجك عندنا واحد المكون خطير في طرد العوارد وفي نفس الوقت هو علاجي للجسد وفي نفس الوقت غادي تديرها وغادي تأكد بنفسك إن شاء الله هذه الوصفة حارقة للعوارد عوارد تابعة تابعة لجاتك إما من العين قوية أو الحسد قوي أو تابعة من السحر إذن هذوك الشياطين اللي تيصفتهم عن طريق الحسد أو العين أو السحر تتشكلوا الإنسان شياطين وتي يدمروا ليه أي حاجة جميلة في طريقه إذا كان مال تدروا لي توقف الحال كان زواج يوقفوا ليه الحال البنت درجة أنها الوجه التي تشكل يقول لي أصفر أم أزرق أم أنها عندها خنقة في الصدر أي مكان مشتلي تصيبش الراحة أنها تتحس براسة بأنها مخنوقة إذن عدنا أعراض عدنا أبواب مسدودة في وجهنا كين باب الكريم باب الرحيم باب الجود لأن أي حاجة تندقوا لها أول حاجة هو باب الرحيم يتسدقى الأبواب ولكن تبقى باب الله سبحانه وتعالى إذا دقيت عليه بالأذكار وبالصلاة وبالقراءة القرآن هو سبحان الله العظيم كيف تحلك أبواب ما كانت عندك في الخاطر ولا في البال إذن تندروا السبب والسبب على الله وتاني حاجة تندكروا الله باش يذكرنا ولكن الوصفة ديالي ديال اليوم هي عبارة على مكون عندك في المنزل تقدري تخدمي به وتقدري تحيدي الطاقة السلبية وتحيدي قاعد الأنواع ديال العوارد اللي عندك أو التابعة اللي ستكون متبوعة إما من العين وإما من الحسد وإما أن الإنسان من شخص معين متربص به ديما تجدد لي السحر أو أنه تيكون معاه دائما في الصغيرة أو في الكبيرة ولو أنت غير مهتم ولو أنت غير مهتم ولكن الشخص اللي ما تيحملكش أو إنسان مكره تيبقى حاطك في البال أنه يدير لك أعمال شيطانية ولو بكلام يتكلم عليك بسوء إذن هذا تتسمى نوع من التابعة من شياطين الإنس إذن اليوم هل نعطيكم واحد الوصفة رائعة وأكثر من رائعة هل ناخده 11 دراهم للأوراق الغار أغلبية تنشريه باش نطيبه به أو تنحطه في الأكل دائما عندنا في المنزل هذا أوراق الغار متى يخطاش أي بيت غادي ناخده واحد الكمية غادي نخدمه بها مدة ثلاث أيام ناخده عشر دراهم عشر دراهم فقط اليوم الأول غادي ناخد ناخد سبع ورقات أم تسع ورقات لا حسب الإنسان أشنو باغي يدير مهم يدير بالفرد أنا غادي ناخد غير العدد اللي غادي نخدم به فقط إذن غادي ناخد واحد الكمية بسيطة هي سبع ورقات سبع ورقات اللي غادي نخدم بهم إن شاء الله غادي نعطيكم الطريقة بحول الله وقوته إذن إذن ناخد الورقات سبع ورقات اللي غادي نخدم بهم فقط غادي نضيف لهم الماء غادي نضيف لهم الماء تقدروا تديروا تسعة حداش بالفرد مهم تاخدوا تديروا بالفرد غادي إن شاء الله بحول الله وقوته باش غادي نطرد تابعة وغادي إن شاء الله تابعة اللي عندي مأترة لي على الجسد ديالي مأترة لي على توقف الحال يكون راجل أو مرأ أو إنسان معطل على العمل أو بنت معطلة على الزواج أو إنسان عنده قاحيته ترب جميع سحر عين أي حاجة اضطرات عليه غادي يدير هاد الوصفة إن شاء الله غادي يحسب الفرق إن شاء الله أول حاجة غادي ناخد هاد الأوراق إما سبعة إما حداش وغادي ناخدهم يكونوا خضرين أنا عندي هادو شوية صفرين غادي ناخد إما هنتما درت أنا سبع ورقات سبع ورقات باش أنني هاد صغيرة هاد مهم سبع ورقات خدوا سبع أم تسعة أم حداش لحسب اللي عندكم أنا حييت هاد الورق الآخر وهادو غادي نقرأ عليهم هاد القراءة نقرأ الفاتحة سبع مرات آية كرسي سبع مرات نقرأ صورة الصافات كاملة صورة الجن كاملة وغادي نقرأ واحد الآية من صورة من صورة ياسين تواخر صورة ياسين غادي إن شاء الله نقرأها خمسة عشر مرات نوي لوقت القراءة اللي تكون تقرأ هاد الآية غادي إن شاء الله تحط أدك شي اللي بغيتي في الخاطر ديالك بغيتي زواج بغيتي عمل بغيتي ربي يحلك جميع جميع المشاكل مالية أو أي حاجة بغيتي غادي تديرها إن شاء الله وتحطها في الدماغ ديالك ولكن تقرأها بالنية أعود بالله من الشيطان الرجيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون تقرأها وأنت تتقرأها وأنت متأمع في خلق الله سبحان الله بغيتي أمر ديالك حطه في الدماغ ديالك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بعدما نقرأ صورة الصافات وصورة الجن ومفاتحة سبع مرات آية الكرسي سبع مرات وغادي نقرأ هذه الآية خمستاشر مرة خمستاشر مرة اللي غادي نقرأ هذه الآية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اللهم قل لحلمي الذي في قلبي كن فيكون توسلوا إليك يا حنان يا منان يا دول جلال والإكرام أنا هنكتب لكم الدعاء إن شاء الله وديروه بعدما تقرأوا خمستاشر مرة وانتوما تتنفتوا على الماء ضروري تنفتوا على الماء وهذا المكون هاد المكون غادي إن شاء الله تخليوا ليلة كاملة والصباح رباح غادي تدخلوا الغرفة ديالكم هتخوئوا عليكم هاد الماء هتجمعوا هاد أوراق الرند غادي تاخدوا تحطوا تشعلوا فيهم النار وتبخروا بهم على الصباح مع الصباح تبخروا بهم وهاد الماء تخوي عليك من راسك حتى الرجليك الناس اللي ما بغاوش يعموا صباحا يعموا في الليل المهم تبخيهم تبخيهم وعادة قرية عليهم إلا بغيتي تتعومي في الغرفة ديالك تبخيهم وتعومي بهم ولكن في التبخ تتبخيهم يبردوا شوية عادة قرية عليهم كينا لبنات اللي ما تقدرش تتعوم الصباح تتقول لك أنا متنكون غادة رايحة للعمل أو عندي مشاور ما قدرش نمشي بشعري فاذق إذن ثلاث أيام تصبر لبنت وتوصل حتى الشعر ديالها ماء الماء ديالهم رائع حتى الشعر تالناس اللي عندهم تساقط الشعر رائع إذن إنسان ما بغيش يديره الصباح يديره في الليل ولكن بغيتي تقرية عليهم خستك تبخيهم تبخيهم ويبردوا شوية عادة تقرية عليهم عادة عومي بهذاك الماء أوراق الغار غادي تحرقهم فوق النار عادي سنشقي الريحة ديالهم بش تابعة طردها حتى من الرأس ديالك الوجه ديالك والرأس ديالك إذن هاد أوراق الغار ما تنسوش أنكم تحرقوهم الناس اللي داروهم الصباح بيتوهم قرأوا عليهم غادي يخوو عليهم الماء هاد الماء اللي مرقد فيهم أوراق الغار ضيفوا شيء قليل من الماء الساخن وغادي بحول الله وقوتي غادي تحطي هادة فوق النار تشعر عليهم والسنشقي هذه الرائحة ديالهم والناس اللي عندهم بوتور في الوجه ديالهم عندهم التابعة أثر لهم على الوجه على الشعر يحاولوا أنهم يتبخروا بهذه طبع ورقات مدة ثلاث أيام مدة ثلاث أيام وغادي تحسي بالفرق إن شاء الله إذن قلت لكم الناس اللي عندهم مشاكل أي حاجة معطلة بحياتكم لابد ديروا هادة الصغة الربانية لأنها رائعة وأكتر من رائعة ثلاث أيام غادي نجمع الماء واللحو في مكان عاشب غادي اللوح هاد الماء واللحو في مكان عاشب الناس اللي بغوا يديروها يبدوها ثلاث لاربع الخميس أو لاربع الخميس الجمعة أنتم بالاختيار اختاروا الوقت لناسبكم تقدري تعومي بها في الليل مع مرى العشاء في الغرفة ديالك ولكن الناس اللي عندهم وقت يتبخروا بها صباحا ويغسلوا بها صباحا إذن ما بقى اليمن نقول لكم حاولوا غير أنكم تديروها بيقين والله هو المستعان على كل الأمور إذا احبابي لعجباتكم الصغار خلوا لي لايك دعموا القناة تبعوا الجرس أبنوا حول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته